الوقع الانتخابي اليوم لا يختلف كثيراً عن الوقع في السنوات السابقة أو الانتخابات السابقة ما نتمناه أن يكون هناك تغيير من قبل الشارع ومن قبل الجمهور الناخب لهذه القوائم يعني إن كانت هذه القوائم فالمفروض أنه يكون هناك تدقيق في أنور الشحين وفي السمعة لكل مرشح ومن ثم الاختيار الدقيق لأي من هذه المرشحين الانتخابات ستكون مفصلية والكرة في ملعب الجمهور الكرة في ملعب أهل الموصل وأهل نينوة وعليهم أن يتخذوا القرار الصحيح لما فيه خير المحافظة يعني هي البطاقات هذه البدعة التي جرت في الانتخابات السابقة ويبدو أنه اليوم أيضاً الفاسدين ومن وراءهم يبحث عن تكرار هذا السيناريو في الانتخابات لا أعتقد أنه في هذه الانتخابات سيكون لها أي تأثير بقدر ما أنه المفوضية أعدت العدة لتلافي هذا الخرق القانوني والأخلاقي للإنصاف نقول بأنه أهل الموصل مروا بظروف صعبة جداً كنت تكون كارثية ولازال لحد الآن المواطن الموصلي يعاني من كل هذا الدمار الموجود نتحدث عن الموصل القديمة وعن البيوت المهدمة لحد الآن افتقاد لفرص العمل التعويضات الواقع الصحي المتردية الواقع التعليمي وبالتالي يجب أن نعطي بعض العذر للمواطن في هذه الطروف ولكن إذا نظرنا إلى الفئة الأكبر من أهل الموصل يجب عليهم أن تجاوزوا هذا الإخفاق وهذا الخلل والاتجاه إلى القرار الصحيح في اختيار المرشح المناسب للمرحلة القادمة المقاطعة الثمانين بالمئة المقاطعين للعملية السياسية لم يقاطع منفراغ ولكن نتيجة للفشل والفساد الموجود في هذه العملية السياسية الحل الوحيد الذي كسر وتدمير منظومة الفساد والفشل هو بالتجاه المشاركة الواسحة وإبعاد الفاسدين والفاشلين والتجاه إلى الوجوه الجديدة التي ممكن أنه تقود المدينة إلى بر الأمانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر